بمناسبة سيناء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ناشر تقرير مطول عن ثمار الأمن والتنمية في سيناء خلال العشر سنين اللي فاتوا نقل عن مجموعة أوكسفرد للأعمال إنها اتكلمت عن مبادرة سياحية كبيرة عاملها وزارة السياحة باسم مشروع التجلي الأعظم لتطوير المواقع في سيناء لجذب السياحة الروحية والترفيهية الحكومة البريطانية قالت مصر عملت تدابير أمنية حققت نجاح لحماية منتجعات شرم الشيخ والغرداء ومرسى علم والمناطق السياحية على البحر الأحمر أليساندرو فراكسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قال محطة الطاقة الشمسية في مطار شرم الشيخ خطوة لتحقيق مستقبل أكثر خضرة لمصر شركة أجينيتي قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دليل على جهود مصر عشان تبقى لاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي بتأكد أن الحكومة المصرية بزلت جهود كبيرة لمكافحة الإرهاب وزيادة التنمية الاقتصادية في سيناء تقرير مركز الإعلام المجلس الوزراء تكلم كمان عن الاستثمارات والمقاومات الصناعية الضخمة في سيناء ومدن القناة قال الاستثمارات الموجهة لمشروعات سيناء ومدن القناة زادت عشر أضعاف ووصلت لـ 58.8 مليار جنيه مقارنة بـ 5.9 مليار في 2014 خلي بالك 58 مقابل 5 وقال إن فيه 377 فرصة استثمارية متوفرة على الخريطة الاستثمارية من ساعة متعملت في 2018 و180 فرصة صناعية وتم افتتاح 3 براكز يخدموا المستثمرين تكلفتهم كانت 212.7 مليون جنيه لخدمة 7500 شركة تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير عن سيناء